بسم الله و اسلام عليك يا الله السلام عليكم مشاهدين كرام مرحبا بكم في ذوقو بالنار صلوا على خير الانام عليه أفضل الصلاة والسلام تفضلوا معي الكوزينة سوف نحضر لكم بزعتر وصفة تقليدية رائعة مليحة للصحة و مليحة في الشتاء احتاجونها ثم غرف كبار و زعتر ملحي زيتون الملح حسب المذاق و مغرفة صغيرة و سكر نبسوا مليح المقادر و نجمعهم بالماء دافي كما لكم تشوفوا في الفيديو غير نوع لكم نضيف زوج مغرف كبار و نضيف ملعقتين كبيرتين و نضيف ملعقتين كبيرتين نصيحة فقط الزحتر لازم تكون شريته يعني الزحتر يكون تعبرها تعبرها لانه على المحلات ما يجيش كما هكذا خضر و شباب يجي قهوة هذا الزحتر شوفوا ما شاء الله خضر و البناتها رائعة و رهي عندي فيديو في قناتي على اليوتيوب كيفاش تحضروا الزحتر في البيت تشروه و تبسوا و احدكم و ترحوه و يخرجوا لكم ما شاء الله و بعد مشكلة الخبزة و قسمت هذه الوزنج كما تشوفوا خياتي كانت تعجين سخنة مليح حطيت المبسسي طيب نخلوه المبسسي حمار من جهة و نقلبوه على الجهة الثانية هذا المبسسي يجي خفيف يجي ما شاء الله صحي بزاف و يقوي المناعة و مليح بزاف في زمان شتى نتمنى انكم فعلا تحتفظوا بهذا الوصفة الوصفات الجديدة نرحبو بها و نحتمدوها و الوصفات القديمة ما ننسوهاش و دايما نحضروها هذا هو المبسس تعناه بعد موجد طيب توف كامل الجواية خرج ما شاء الله شوفوا هذه الخضورية مليحة بزاف للصحة جمب السيس و جاء روعة قدمتلكم مع البن تقدروا تقدموه مع زيت زيتون ولا ايضا صباح مع القهوة ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة المبسس بزعة المقترحة من ذوقوب النوع انكم تجربوها مبقى ليغنقلكم في امان الله و حفظوه الى الملتقى مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة